السلام عليكم لبنات شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نحن نخدم نفس لفوته هذي واللي هي الأشقر البيج الفاتح جدا بلمحة لقلقية ما نحكي لكم شي البنات يهبل هذا اللون وغالي بزاف يخدموا الحفافة نحن نعطيكم السر تطبقه في الدعر أولا وش هي درجة شعر تطبقه لها لازم يكون درجة رقم تسعة مئ إذا هبط لك لغاسين أولا إذا كانت هبط لغاسين تقدري تديريه عندك لمشارجاء فاسدين قداموا حبيت يترقليهم نفس الشيء بشرط كله بصتعك طبيعية عندك شعرك طبيعي أكحل ماغو شاطا وحبة تكليرسيه ثلاثة درجات زي ما خلوه لبنات بزاف تعليقات ليندا حبي نفتحه شعرنا شوي برك هذا الميلونج يتحط على شعرك يفتحه كل ما عليك تلتزمي بالتوقيت إذا عندك جذور الشعرة هابطة يعني لغاسين تاعك هابطة نطبقوه من جذور الشعرة إلى التحت ونحسبه أربع ساعة إلى عشرون دقيقة لغاسين تاعنا يرجعه في الأشقر الغامق وليماش تاعنا يبيضه ويولو أشقر بيج لقلوه يهبل إذا عندك لمشارجاء ولباس تاعك طبيعيه ركيزوا معي لمشارجاء ولباس طبيعيه طبيعيه تبقيه أربع ساعة فقط وغسلي راح تفتح شوي لباس ولمشتعك يرجع الجد إذا عندك لمشارجاء فوق سبغة أو فوق الشيب ونتي سبغيته ديريه كرنساش يعني الرنساش سهل معه لنفس الكمية اللي هزيتها هنا زيدوا عليها فنجل شامبوان ونص كسمة ورقوني بشعرك مبلل يعطيك سبغة هايلة بلا ما تأثر لك على الباس ولا تفزد لك لباس هنا طبعا هنطبقوا فوق ليماش فإذا كنتي راح تاخد مليماش إذا كنتي عروسه راح تديري نيولوك إيش بدي ليماش في الدار طلعيه من الأصفر موزي صفيين يطلعوا هايلين إن شاء الله نحط لكم الفيديو تبقوا خطوة بخطوة كيفاش طلعوا ليماش على الشعر العنيد والغير عنيد ثم طبقوا الملعج هذا أربع ساعة ومستمتعي بأجمل لون إذا اللي بنت هنا خذيت نصف من تسعة نقطة واحد وخذيت عبوة من تسعة نقطة ثلاثين وخذيت عليهم قدهم أكسيدون وخليت مربوع ساعة إلى عشرون دقيقة فوق شعر لباس أشقر بلاتيني يعني درجة رقم تسعة ونتحصلوا على اللون هذا اللي هو هايل بزيف وكاي الناس بزيف يعني يقولوا ورانا كولوريست ورانا نخدموا في الكولوغاسية أو يديروا في الدورات وكل شو يقول لك ها لازم تديم مصحيحات مش ودايما نستعمل المصحيحات المصحيحات يستعملون من ناس اللي ما تعرفش تخدم مئة في المئة يعني ساعات يغلطوا ولا ما يراقبوش الشعر فانح نتضروا نحطوا مثلا واحد المصحيحات قبل وبعد مش كتظل يتراقب شعر الزبونة تاك إذا كنتي حفافة وإذا كنتي متمرسة في المهنة وتعرفي التوقيت وتعرفي درجة الل المصحيحات المصحيحات لأنه كان بزيف بنات يقولوا من المصحيحات هذه الألوان إن شاء الله نعطيها لكم كامل طبقها على شعركم بدون مصحيحات ويخرجوا احترافية إذا نهاوليكم لبنات شوفوا درجة السحب رهي تسعة صافية نظيفة وشوفوا لي غسين خليت ها لكم جاية غامقة بشوفوا باللي لون راح يتميكس مع الجذور راح تتميكس مع الأطراف ويخرج يهبل كان حاجة إذا كنتي داره أمبري إذا كنتي تجدد يزيد يضوى أكثر ولا ليس تجدد ولا ليس طبيعيه ولكن راقبي راقب المراقبة أهم حاجة عشرين دقيقة عربوع ساعة يخرجك اللون ولا أرواع ولماش يعودوا ويضووا وحدهم بدون نقطة أورانج بلا ما يحمر لك اللون إن شاء الله تكونوا فهمتوني البلات هنا طبقت الميلونج ونخليه ربع ساعة إلى عشرون دقيقة ثم نغسلوه ورح تشوفوا بعينكم اللون كيفاش خرج كما لفوتو بالضبط وأي فوتو بعضتوا هالي في الماسنجر وفي الجروب وقلتوا ليندا رانا نحاوسوا ونديروا كيفها راح نديرها لكم إن شاء الله وهذي أول فوتو اللي هي تطبيق عملي وديما الليبنات كي تعجبكم اللون ويكون شعاركم مهرود ولا مكسر ملي ماش وحب اللون إذا كسخفتي علي بزاف ديريه رانساج الرانساج المكوناتها وسهلة ديما أدو عصرة كبيرة من تسعة نقطة ثلاثين ونص طاحة تسعة نقطة واحد وفنجل أكسينوت ديما ديما فينجل أكسينوت وفنجل شامبونس كسماء وديري على شعرك ورغوني راح يعطيك اللون بلا ما أثرك على الباز بلا ما زيديك السر لك شعرك وكتكملوا دائما يا البنات بش اللون هذا يعني يبقى لكم باهي كل أسبوع ديروا لورانساج راح يعيش معاكم حتى ستة أشهر يعني حاجة هاي لبزاف إنك ما تبقيش تفزي في شعرك وتحطي عليه سبايق وقته الكيروح كينا حاجة أخرى كينا بنات طبعا درك يسمقوا فيها عندهم مشيب حابين يطلعوا هذا اللون اللون هذا كل ما عليك إنك تسبغي شعرك أشقر مخضر ولا عسلي وطلع يليماش وتطبقي فوق البوني راح يزيد يدوم لك اللون وكذلك يغطيك الشيب شهور وشهور لإنه ما كانش خير مشيب تغطيه بليماش هو صح شوية فيه ضرر ولكن خير ما تبقي تسبغي كل 15 يوم خير ما تسبغي كل فترة فالشعرة تتدمر من الأحسن ديري لماش وتعجي شعرك حتى لين يخرج أحسن لكم هادم طبعا خاصة متزوجة تكون صغيرة وعندها الشيبو كذا إذن هنا لبنات ديما السبغة نخرجها بالماء علاش لإنه الألوان هذي فاتحة وكي نحطوا الشامبوان راح نزيد ونكررسوها ونفزدوا اللون ديما ديروا الماء خرجوا السبغة تاعكم كامل شلوهم لحم لي حتى تشوفوا شعاركم من شف من عفونا خرجت من السبغة ثم ديروا طليا شامبوان بالشامبوان خلطها بالماء ووطلوا شعاركم طليا واحدة وهو اللون شوفوا هنا وهو مبلل وديما حذاري من اللي سير بعد ما تسبغوا حذاري اللي سير ما يديرش بعد السبغة الفاتحة لأنه يدمر الشعر ويفزد ليكم اللون إذن هاوليكم يا البنات قبل ما ينشف في بنغامق وتشوفهم بعد جاء اللون ولا أروع لون احترافي تاع العرايس خل ما تديروا كالزنزفور اللي ديروا فيه للعرايس واحدة أخر رجعني كارثة قد قول ديرت صفار البيضة لعراسها مهو شليماش يعني الألوان تاع العرايس ديما ديما تكون هاك تكون بلاتينية تكون شقروات تكون لؤلؤية هاوليكم بنات والإضاءة طبعا ريتل عبدور واتهلوا في رواحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته